اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام الى محطات التحليل الفني برفقة محلل البرنامج الفني زميل كابتن ايمن يماني اهلا وزهلا ومرحبا مرحبا بك حاتم ومرحبا بكل جمهور جمهور سيدان يا راشي نعم الدور الممتاز كابتن ايمن تستمر الحالة وحاولنا نطمن المشاهد على الاسبوع السادس اللي كانت نسبة كبيرة اعلنت انه منقول لكن الحد الان ما منقدر نجزم بهذا الامر وحنستمر على نفس النهار لا والله بعد يعني ان لا يقول الوقود وقعت وهنا حتى من خلاص الزهر بعد ذلك نطمن انه حيتنجل نعم كابتن ايمن النتائج بصورة عامة وددول الترتيب وايضا اهم وابرز ما لفت نظرك في نتائج دور الممتاز هو طبعا التقارب الكبير جدا هلال فاز بالامس على التريعة تصدر 11 نقطة لكن وراه طوال مباشرة ثلاثة فرق بعشر نقاط خرطوم الوطني برضو حيلعب سبعة ممكن يمشي عشرة المريخ لسه انه مباريات معجلة ممكن يصل لحد اتناشر فلسه في بداية الدوري الانبية كلها جريبة من بعض ودي حاجة كويسة يعني في روح مختلفة في تنافس حقيقي ان شاء الله بس يستمروا بالمستوى دا دايما الفرق لانه بتستعد فبكون عندها بداية قوية لكن بعد شوية النفس الطويل بتبقى الانبية الدائما الكبيرة تدخل يا كابتين عوامل عوامل المحافظة على ما تم في المعسكرات والإعداد وتمويل هذا الإعداد يعني الانبية تعاني الأمرين هي دايما المشكلة الدورة الثانية الدورة الثانية أن الفرق بتجيها تسجيلات بتسجيل وما بتقدر تستعد زي الدورة الأولى ما بكون في قروش ودائما الانبية بتخط أغلب القروش للتسجيلات وبتجي بعدها في الإعداد وفي الحوافز اللعيبة وكذا تبقى لها دايما مشاكل والأداء بنزل لأنه ما في لها الدخل العالي بالنسبة للانبية إن شاء الله موضوع البس ذات ويحل يعني يدخل الانبية يعني السنة فاتت ما جاءت من قروش مال بس كل الانبية تشتكت صحيح السنة دي إن شاء الله يكون الوضع أحسن نعم ويكون في حلول تساعد هذه الانبية لأنه المشكلة الخطيرة يا كابتن أيمان إنه كثير من الإدارات بتشكوا إنه هذه الانبية أصبحت طاردة لأنه تلقى نفسك بتصرف وما في حد بعاونك وما عندنا نظام بتاع تسويق ولا عندنا اهتمام بتاع رعاية ولا عندنا أيضا سيستم يخلي النادي يشيل نفسه بالتالي إن تجيت رئيس نادي أو عضو مجلس ستدفع بعد شوية ستتحرب وتخلي الدفع وتخلي النادي وتخلي كل المساعدة أنا بالضبط يالما بعدين الفيفا ماشا كل مرة على الشفافية ماشا على الاحتراف على أن الأندية تعتمد على نفسها فإحنا لسه برّا بعيدين على كلامنا والله إحنا نتمنى أنه طالة الاحترافية والشفافية حتى لو ما يا نعمل صح أو نجيف كابتن أيمان نبدأ بمباراة الهلال والتريعة تلبية الهلال تفوق حقق النقاط لكن في غضب على الأداء من الجماهير وتابعنا ردة الفعل وغضب على المدرب لا فعل أكيد يعني هي والتريعة كانت لعبة بأداء الدفاعي 90 دقيقة مسافة متقاربة من الوسط والدفاع مادة فرصة الهلال سجل مبكرا لكن الأداء ما كان مقنع سنبدأ بكرة الهدف يعني كرة في الوسط بيقطع نزار وبيمرر شيبولة على الجناح مشوف هناك أطهر متقدم شيبولة يعني دي البداية كانت أفضل الشوت الأول برجع عكسية المدافع هنا أخطأ فيها مؤمن أبعدها بتجي لأطهر أطهر هو قام بنص القون مرة بشكل جميل من لعبين وعكسية وعلى القائمة البعيد تي تي بيسجل الهدف الأول بالنسبة للهلال وهدف المباراة الوحيد يعني بعد ثلاثة مباراة تي تي ما يسجل ووصل لكن شوف تي تي من أول ما استلم أطهر وحيد في ستة لعيبة معاه من من تريع في منطقة الجزاء وفي تي تي كمان قريبين بزلت لكن كلهم بعينه للكرة ولا لاحظ بعين لتي تي تي وحيدا هو بيمشي طول لاحظة تي 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 هناك بحيدا وحيدا وحيدا لحظة ما تلعبت للكرة من أطهر في ستة لعيبة داخل منطقة الجزاء وكلهم بعينه للكرة هو الوحيد الواقف على القائمة البعيد وحيدا تماما يعني الدفاع ما إنك يكون عندك عدد كبير من اللاعبين لكنك تقييف صح تراغب صح تراغب صح بالضبط هذه دائما مشكلة في لعيبتنا يعني يشوف الهدف تاني من زاوية تاني لاحظ دي تي تي يعني هناك واقف وحيد وراء المدافعين كلهم يعني هم كلهم بعينه للكرة وبتمر كمان من الزاوية دي حتظر أكتر الكرة بتتلاحق هو الوحيد داخل منطقة الجزاء يعني انت بس عندك لعب واحد في خمسة لعيبة حوله وما في زول بعينه وهو في النهاية وضع يعني شوف لحظة ما يضع الكرة في المرمى عدة لعيبة يدعب في شيبول ومدخل رجله في منطقة الجزاء لكن ما في لعيب تاني من الهيلال داخل منطقة الجزاء ستة لعيبة منطقة الجزاء يعني هم دافعوا لكن كل العكسيات كان فيها مشاكل لأنه ما براق ممان تومانيا انت دايما في الدفاع الحالي الأولى اللي بيقول لك المدرب تكون لامس لعيب تكون عارف وين اي بزد انت بدعاين للكرة تكون تتحسس زولك حتى في تدريب في قرصات تدريب يقولك زولك بزد تكون لامس بيدك من منشستر يوناتد إلى الرابطة في كل المستويات حيكون دايما حيقول لك تحسس زولك فدي كانت المشكلة الكبيرة رغم الكسافة العددية رغم عدد المدافعين انت حتى لو مدافع بستة بتسعة لو ما انت في أدوار رقابية لو ما انت شايل لعبك يعني دي بتبقى المشكلة الحية الثانية يعني تريع كلها داخل منطقة الجزاء هنا اللاعب دي يودي الكورة وين يعني مهما يشوت تشوف العيبة الهلال برقى الثامنطاشر كلهم موجودين وجهود كبير طبعا لأطهر مرة من لعبين وعكسية هي بعد كده الجواهير الهلالية في الملعب تتوقع انه هدف مبكر حيفتح الشهية كل أربعة زي مباراة مريخ ورابطة هل الهلال لافاري لافاري ما استغل كيف كانت العكسيات ما انت نجحت من بداية الأمر في انه العكسيات شكلت خطورة لكن ما استمر استثمارها هي العكسيات كانت الخطورة المشكلة كانت بالنسبة ل تريع تلبجة بدافع كويس لكن اي عكسية لعبت عمل الخطورة دي عكسية من أطهر من الطاهر صادمبا الحارس عمر عثمان اخطى فيها اي عكسية كانت بتعمل لهم ربكة وبتعمل مشاكل شوف الكورنر ده عمار الدمازين على القايم البعيد كان في خلاف بينه وبين نزار وما شاف الكورة ومرت لكن لانه ما في رقابة لانه القصة ما انك تدافع بتسعة لعيب القصة انه يكون فيه ادوار دفاعية شوف بدخل الدايب بزد شيبول ويحكس يعني برضو حنشوفها مرة تانية شوف لاحظ لي تي تي في منطقة الجزاء هو والنزار بس على سبع لعيبة داخل منطقة الجزاء هنا تي تي وفي لحظة ما يلعب الكورة برأسه في ستة لعيبة مرة تانية نفس المشهد بتاع الهدف وهو وحيدا في خطة الستة بلعب الكورة يعني المشهد ده كل عكسية كان بيتكرر بالنسبة لهم اي فاول اي رقنية كانت بدعمل مشكلة كبيرة للتراحة البيجي على القائمة البعيد برضو تي تي كان ممكن يلعب على القائمة البعيد هلله بيشوف حركة تي تي هنا المهاجم لامسه لكن تي تي بتخركه بعين للكورة وبالعبه ورعه عكسية من الناحية التانية شوف هنا الكورة التانية برضو بلعب لعب الهلال و تي تي والحارس بيصد يعني كل العكسيات دي عملت مشاكل كبيرة للتراحة ده المفروض يشتغلوا عليهم يعني متأكل هم بدافعوا كويس في أي كورة بالأرض واقفين كويس أربعة وخمسة أربعة وقداموا خمسة وضيقين المساحة صعبوا على الهلال للاختراق لكن مشكلتهم كانت في القرات العكسية هي العملت لهم مشاكل كبيرة نعم هل الاستمرارية النهج والدفاع والتمركز يا عيمن دار عرف كمية الغضب اللي كانت على لافاري بزرط البديو الجاي هتشوف يعني انت واضح من البداية انه عندهم مشكلة تريعة البديدة في القرات العكسية طيب انت خلاص اوكي مفروض ابراهومة وابو عقلة لايبت الوسط يحرك الكرة على اطراف هنا حاول ابراهومة دي في الدقيقة اتنين حاول يلعب للطاهر اتقطعت السيخة بتنزل شوية لعما انت في بداية المبارا هنا برضو بيحاول ابو عقلة بتتقطع الكرة يلا السيخاتهم نزلت شوية بالنفس شوف هنا الكرة وانتهات نزار اوكرا يلا المساحة هناك الطاهر سادنبا هو اللي عنده المساحة لانه التريعة قافل المص تماما تسعة لعيبة واقفين قدامك يلا ينتم فروض تلعب الكرة وين هناك على الطرف الشمال زي ما بالدائرة لكن لا بيحاول اوكرا بيلفه بسد تسليل ضعيفة في النورة يلا الموضوع تتكرر كثير جدا هنا اخترنا مجموعة من اللاكتات كان ممكن نختار اكتر كثير ابو عقلة بعيد تماما عمستوه يحاول يثبتها الكرة يتمر منه يعني اول شيء وزنه زايد تاني حاجة اذا اول مبارشة هيدا الهلال من الملعب طبعا ما في بس وكده كان بعيد تماما عن موسم والجبيع الهلال من مبدأ والقدم والموسم زايد في الوزن السخة ما في شوف هنا كرة تانية بيستلم الكرة يعني هنا عنده بك يلعب للطاهر ممكن يحاول يمر الكرة في العمق لنزار او اوكرا لا يعني كرة من العمق دي صعب انت لعب يعني وصلت كماشة من المدافعين وتكرر المنظر ده كثير شوف اطهر بيحاول يلعبه كرة طويلة لا تيتي ودائما ما لعبه على اطراف لا نهاي شوف كرة اخرى مقطوعة يعني انا اخترتها مجموعة كان ممكن يختار عشر عشرين لانه المشهد ده تكرر طوال الشوطين بالطريقة دي وبمرضى الشوطة التاني برضو منشوف ابو عقلة شوف بيحاول يتكعب وبتلقطع يعني ده ده لازم الجماهير جدا جدا نشوف كرة تانية حتى اطهر بهناك لاحظ لو بيقى ما يمشي لما بيقوا ما يلعبوا اليوم بالاطراف بيقوا ما يتقدموا يعني في النهاية عين اطهر هناك واقف في النهاية ابو عقلة عنده تلاتة لعبين بيحاول يسدد بتمر يعني بيقى كله من العمر وده الجماهير طبعا زواق جدا وشايفه يعني الجماهر كله مدربين يعني ألعب على الأطراف ألعب على الأطراف بكور كل كل الجماهير يعني حاجة واضحة جدا تتوقع انه يتغير لعيبة جربتها مرة مرتين وانت جربت العكسيات وانها كيف يعني لو لاحظت حتى العكسيات اللي عرضنا أغلبها من كورنارات يعني مرات الوحيدة الكور كاد بيتلاعب عكسية كان من كورنار كورنارين من اليسار وكورنار من اليمين لكن ما في لعب فعلي على الأطراف يعني هما انت عندك اثنين في الوسط وبدون ما في زول ضاغط عليهم يعني إبراهوما وابو عقلا بيستلموا الكورة وانت بستني منهم يعني يشوفوا يوزعوا اللعب كان في مشكلة في الصناعهم نعم حدست عن أنا ابو عقلا إبراهوما كيف كان إبراهوما أفضل الشعوطة الثانية واضح ان المدرب يتكلم معهم يعني حنشوف هنا إبراهوما في الشعوطة الثانية هنا بيستلم الكورة شوف أوكرا هيخش العليوة الدائرة يعني واضح انه المدرب يتكلم معهم طوال حاول يلعب ليه الكورة صح في أوفصايد لكن بتحيس انه حصل فيه توجيه نعم هنا تشوف تاني الكورة إبراهوما برضو تيتي اتحسبت عليه أوفصايد لكن بتبدأ تحيس انه اللعب دخل في جو المباراة حلاص شوف هنا بيمر بطريقة جميلة جدا وفوق اللعب وبيأخذ يعني بدأ يدخل في جو المباراة الشوط الثاني كان نشيد جدا شوف التمرير جميلة جدا لتيتي لنزار بيمر لكن بمجرد انه دخل في جو المباراة لاحظ الصيني برا والمدرب مباشرة حيغيره حيغيره بحاجة غريبة حتى الجمور صفق له جدا يا دوب هو دخل في الفورما يا دوب بدأ يديك في الملعب مباشرة بتسحب بتسحب يعني دي كانت برضو دخل على الحمال من علامات هو ربما لانه شايل فيه الحصل في الشوط اللول وانه ما كانوا بوزعوا التمريرات ربما هو قعد الصيني لكن حيانا انت بتاخد ما انت بتاخد القرار بتقول للاعش سخن لكن لازم تكون متابع الملعب لعبك بدأ يصحى بدأ يخش في جو المباراة وترتيبه يا كابتن ايمن ترتيبه من حيث الجودة هل هو اللاعب كان افضل من ابو عقلة بكثير حتى الجمور صفق له كثيرا لابراهومي اول مباراة اساسي صح الشوطة الاول كان فيه بعض التمريرات الخاطئة لكن واضح يعني الشوطة التاني من انت من لمسة للكرة وقف الجسم بتعرف انه خلاص بيقى يعين هناك عاوز يلعب حتى لو ناخده تاني نشوفه معنا الفيديو يعني عكس الشوطة الاول وده المطلوب منه بالضبط في وضعية التكتل الدفاعي انه يحاول يشوف الاطراف هنا من استلامه للكرة طوالي خلاص واضح انه كان فيه توجيهات انه يتكلم بيقى طوالي عاوز يرى في عراسه عاوز يشوف وين الاجنحة وحب بكل واحدة كانت احسن من التانية كل تمريرة كانت احسن هنا لاحظ داتيتها حتى ما اظن كان فيها لوف سايت كان قدام وكان في مدافع وراو نحن كورة خطرة بدأ يدخل كان إبراهوما في الجو المباراة اكتر بدأ يعني من لما يجيس لك لاعب كده بتحسن السقة بيقى اعلى التمرير التالت وظبطت اكتر ومشت وزي ما قلنا واشرطا تم سحبه من المباراة كابتن ايمن ده تعثيره على الشكل هذا الشكل الهلالي والهلال خلاص مراحل مباريات معسكر اداء فرق افريقي نفسك نتكلم عنه لفاني كيف هيصل الافريقي بهذا المستوى او او حيزيد حيعدل ده اللي جاب الكلام يعني اللي جاب الغضب والصر هو عموما هم واجهوا فريق دفاعي جدا تاعة البيجة لحد دقية 90 الحارس بيضيع في الزمن كوتش النقر هو مغلوب 1-0 يعني ما عرفنا الفكرة لشنو الحارس ده دقية 87 في ضربة مرمى بشيرة من هنا بخطة هنا برجع هو مغلوب 1-0 1-0 3-0 خلق واحد بعدين هم ما شاتوا ولا كرة في القون ولا في المرمى ولا خارج المرمى مرتين بس لمسوا الكرة في جزاء الهلال في منطقة جزاء الهلال عموما هي الفكرة كان حارس الهلال برنا نهاية فانت فريق دفاعي جدا هل كوتش لفاني عارف الفكرة عن طريق التلبيجة تدايم تسأل التحليل على التخضير لو انت الكوتش انا لو عارف انه طريق التلبيجة حتى يتلعب معي دفاعي كده كل التمارين بتمرن ضد الفريق الاحتياطي بخليه يقيف كده بنفس الوقت وبحاول اشوف الاطراف انه حلعب الاطراف كيف حجهز لكن انت بتحس انه كان المدرب تفوجئ بالوضع فريقنا جاي فيه قم يدقي 11 يقيف في منطقته لحد نهاية المباراة وبكون ذاته ما فاهم لما بيلعبوا لما بيحاولوا صح هل تحسب على المدرب وعلى الفريق انه ما تحاول تلعب نهاية يعني انت ممكن الشلطة الاول كله تدافع ممكن 60 دقيقة تقول لهم خليكم كده لا دافع اعتمد على الهجم المرتفع ايه وبس دل كان ناقص وطمانا التيم الصراحة التيم جديد في الدور الممتاز روما انه عنده جمهور رائع وسانده ووقف مع المتلالة جمهور كان لوحة اهل الدريعة نعم تشجيعي خليك ترعب هجوم نعم تشجيعي خليك ترعب هجوم نعم تشجيعي حاجة خدراك في الملعب نعم احنا اخذنا الصورة طبعا من الصفحة الرسمية بتاعتنا لكن في الملعب من الصائد التاني انت بتشوف انهم حياة خدرافة كلهم منورين بل اخضر كده كان حاجة جميلة جدا والله بنحيون يعني لا والله الفرقة صعدت كلها نعم يعني جمهورة جميل جدا نعم نعم نحنا الفاتح النجر تقريبا عنده تصريح كابتن ايمان وانه هو نجح في يقاف خطورة الهلال هو صح ضد تصريحه مع زميلنا المميز بدر الدين بخيت نعم في موقع كورة نعم نحيون يعني بس الحدتة اللي بتلفتك قال لعبت ضد الهلال وعيني على مباراة الفريق القادم على اهل الخرطوم فاللعب المريخ استهلك لياقة بدنية كبيرة اثرت الحفاظ على حالة اللعبة الاساسية البدنية وفجاء اللعب بحذر وعجري التقديرات لا يعني 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 هو من خلال مباراة دي وجه اللاعبين انه ما يكون في بز ما يكون في حطار ما يجروا ما يبزلوا ومباراته الجاية يوم 19 بعد خمسة يوم من عمر مطير ومباراته بعد خمسة يوم مع اهل الخرطوم مختكافي جدا لمدرب خبير يعني وانت حاس الهلال ما في موعده ما في يومه انت ممكن واحد صفر الكورة يعني كان ممكن بسهولة يهاجموا يعني هم أدوا دفاعي جيد ما ده ما في وشكلة وان كان شفنا الهلال برضو لعب دور في الحكاية ما كانوا يلعوه بالاطراف لكن لازم يكون في كان جزء من العجم المرتدي يعني جمهورك معاك اللعيبة ذاتهم بيستنوا الكورة ضد هلال مريخ يعني انت دائما بتفضل تلعب بالضلي واللعب بيبروز في الولدي ما تفضلوا مجهود كانت تصريح يعني من الفاتح النقر بتحس فيه نوع من انه كان متوقع انه المباراة حد انتهيب الخسارة وانه نعم ورغم انه قال انه طبعا ما فرحان بالاداة وانه كان عاوز النتيجة لكن عندما تقول للعيبة المباراة جاية ما تفضلوا مجهود كبير انت خراص لا مشكلة يعني كل مباراة هي مباراة مطلبة كل مباراة هي مطلوبة كل مباراة تلعب المباراة من أجل المباراة وغالب واحد صفر يعني من الدقيقة ستين مثلا كان ممكن يبذلوا يحاولوا يهجموا يحاولوا يبحثوا عن هدف التعامل نعم الامل العظمراي في ودى الشمال بعد التعثر استطاع ان يهزم حيال واد نيال حيال واد نيال قدم مباراة ممتازة مع بداية الدولة الممتازة هو اول فوز اول فوز بالنسبة للامل اخيرا جاول ندرب الباقر كوكو كمان كان يعني اقالوا ما قبل البطولة مباشرة الهدف كرة طويلة يتبدو على الوهلة الاولى انه فيه تداخل مع الحارس من المهاجم والسجل الهدف وكان فيه احتجاجات مع الحكم زي ما شعبين لكن حالة الملعب ذات حنيت كلها حالة ملعب عطبرة شوف الكرة ومتمشي الارد هنا لكن بالاعادة انت تلقى انه مدافع حيالوادي اللاحظ مدافع حيالوادي بالشعر هو اللز المهاجم في الحارس والمهاجم مش اسقط الحارس ربما لسبب ده الحكم اعتبر انه ما تعمد يعني المهاجم نشوف التاني كان بالاعادة يعني المدافع هو اللزه في الحارس وسقط لكن حيالوادي اعترضوا بشدة شوف الكرة لكن اعترضوا جدا على اللعبة دي حيالوادي وعندهم حق يعني فعلا الكرة واضح انه كان فيها ضربة جزاء واضح اتجاجاتهم الكبيرة على حكم اللقاء انه الكرة كان واضح فيها العرقلة من حارس شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة تدخل الحارس كيف لا التصوير يا كابتن ايمن ايضا احيانا الاحكام صعبة صعبة صح لكن الشيء المؤسف والمحزن والجد يعني خليك انت تتحسر ده عطبرة 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 تاريخ جمهور عطبرة الرائع عطبرة الاسماء الكبيرة في كرد قدم والاداريين ممكن يكون ده حال الملعب ممكن يكون ده ارضية شوفنا البصل اللي يتعامل ده ده ماشي في ملعب ترامي ده لا نجيل صناعي ولا اسمنت ولا معروف شو لا حاجة صعبة جدا جدا احنا بعدين في وقت شوفنا استاذ مدني عيد تهيلو استاذ الخرطوم استاذ القدارف افتتحوه بشكل جيد جدا استاذ كسلا لازم عطبرة اتصل في المستوى عطبرة مدينة عريقة عطبرة الحديد عطبرة عطبرة الاداريين والنجوم عطبرة الفرق الجمهور عطبرة جمهور ده ده مفاجئة الاستاذ ده حالته من السنة الفاتت والله شيء مؤسف يا عكتن ايمان ودي مسؤولية مع اللاعبين وسلامة اللاعب والوجه الحضاري للمدينة التاريخية في مسؤولية الاتحاد المحلي سواء الولاية حكومة الولاية والله هذه مسؤولية وامانة انك تلعب في ملعب زي ده بهذه الصورة لا يليق بعطبرة عطبرة التاريخ والاسم والرياضة وحقيقة امر واضح تماما للعيان ولما انتجي مبارة متلفزة بكاميرات تلفزيونية ستكون الولاية حتى مسؤولية حتى الاتحاد من كل الناس من وزارة الشواء والرياض مسؤولية اخلاقية من اللاعب اللاعب في الملعب ده اللي بيصابوا في الملعب ده يعني انت لما تكون ملعب بالطريقة دي كأنه اسفل اللاعبه سيصابوا في الملعب انت اللي بيتحمل المسؤولية الاخلاقية ان الخاتم في ملعب زي ده انهم يلعبوا كورا يعني دي مسؤولية كل الناس بيتحملها لازم يكون في توجيه بينه الملعب ده يصان يعني احنا في مرحلة ازدهار بتاعت ملعب ملعب بورسودان انت تتواجع لازم يكون في وقفة مع الملعب ده صحيح صحيح ويتمنى ان الرسالة تصل وياريت ياريت ياريت التعامل مع هذا الملعب بصورة عاجلة وحتى اتحاد سنان كورد قدم المسؤولية الواقعة المباشرة هل الملعب صالح الان لممارسة كورد قدم وحكومة الولاية مسؤولة الجميع مسؤول عطبرة مدينة تاريخية يجب ان يكون الملعب مشرق تنقل هذه المباراة تعبر عن وجه السودان المشرق فاصل ونواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة